السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم طريقة القسمة العمودية نبدأ على بركة الله بالمثال الأول 867 قسمة 7 نبدأ بالعدد الأول أو الرقم الذي يوجد في أقصى اليسار وهو العدد 8 العدد 8 نقسمه على العدد 7 هل هذه القسمة ممكنة؟ نعم إذن 8 قسمة 7 تساوي 1 نكتب هنا 1 ثم نقوم بعملية الضرب 1 في 7 تساوي 7 نكتب هنا أسفل 8 سبعة ونضع خطا أفقيا ونضع هنا ناقص 8 ناقص 7 تساوي 1 ثم نقوم بإنزال العدد 6 هنا ونكتب 6 تصبح لدينا العدد 16 نعيد القسمة من جديد 16 قسمة 7 إذن 16 كم تحتوي من 7؟ إذا كتبنا 7 زائد 7 تساوي 14 إذا أضفنا 7 أخرى سوف نتجاوز 16 إذن 16 قسمة 7 تساوي 2 نكتب 2 خلف الواحد ونضرب 2 في 7 تساوي 14 نكتب هنا أسفل 16 ونضع علمات ناقص ونقوم بعملية الطرح 6 ناقص 4 تساوي 2 1 ناقص 1 تساوي 0 لدى عيد كتابته أو يمكننا أن نكتبها لسا هناك أي مشكل ثم نقوم بإنزال العدد 7 هنا خلف 2 تصبح نتيجة 27 إذن 27 قسمة 7 تساوي كم؟ لاحظوا 7 زائد 7 زائد 7 تعطيني 14 إنما 7 زائد 7 زائد 7 تساوي 21 إذا أضفنا 7 تصبح 28 إذن كم لدينا من 7 هنا؟ لدينا 3 مرات إذن تكررت 3 مرات إذن نكتب هنا 3 إذن هنا 3 3 في 7 تساوي كما قلنا 21 نضع 21 الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات 7 ناقص 1 تساوي 6 2 ناقص 2 تساوي 0 إذن 867 قسمة 7 تساوي 123 والباقي هو 6 يمكننا أن نستمر في العملية ولكن لاحظوا إذا أردنا أن نقوم بقسمة 6 على 7 فهذا غير ممكن وبالتالي لكي نستمر في عملية القسمة نضع هنا على يمين 6 صافر ونضع هنا فاصلة ثم نعيد القسمة من جديد 60 قسمة 7 تساوي 8 لماذا؟ يعني 8 في 6 تساوي 56 إذن نكتب هنا 8 في 7 56 نكتب هنا 56 ونقوم بعملية الطرح 0 ناقص 6 لا يمكن يعني نقول 10 ناقص 6 هي 4 نعيد الاحتفاظ 1 6 ناقص 5 6 ناقص 6 تساوي 0 إذن تستمر القسمة إذن هذه قسمة غير مضبوطة وبالتالي يمكن لنا يعني أن نستمر في إضافة الأصفار ونكتب 40 قسمة 7 تعطينا 5 ثم 5 في 7 تعطينا 35 ناقص إذن ستستمر العملية